صوت يدعو لليقين دكتور لماذا ورد في الصلاة الصلاة عمود الدين ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها بينما في الصوم ورد الصوم لي وانا اجزي به مع العلم بان الصلاة والصوم هما من العبادات الواجبة شوفي ستنا الصلاة مو الصلاة هاي نصليها اذا قبلت اذا قبلك علي بن ابي طالب في بيت الولاية انت صادق ومو منافق فصلاتك بس تقول الله اكبر مقبولة بس اذا انت ظاهرك يختلف عن باطنك كيف يقبلك هي الصلة بينك وبين الامام وبين الله الله شو لا علاقة هذي ولا اشهد انت تقول انا عبدك وابن عبدك وابن امتك المقرب الرقي والعبودية لك انت خرجت عن العبودية بعش تنفعك صلاتك انت تقول له انا عبدك وابن عبدك وابن امتك المقرب الرق المقرب الرق الرق تعرفون اشد قمة العبودية قمة الطاعة انت ذا اني كل انت شذاب بيهن شو تنفعك بعد الصلاة شو تنفعك خوش انا ضيف الله الصلاة الان كلكم ضيوف الرحمن مون يروح الملك يقول ضيوف الرحمن خوش انت هذا الشهر ضيافة انت بضيافة حدا انا بضيافة حدا قعدت عد الاخ محمد ابو مصطفى وظلت شار علي بصري ببيته احترمه علي ما اتصرف اذا جاء خطار انا اناقش الخطار بطريقة غير مؤدبة لان انا ببيته خوش علي انه انا ما ازود شيء اذيه علي انا اكون مؤدب اذا كنت انت في بيت محمد اذا كنت في بيت الله اذا كنت عند الله وليس في بيت الله مو انت ضيف الله مو هذا الشهر تكون ضيف الله ما هو الاخلاق اللي تكون عندك تسمي هاي الاخلاق اللي تكون لازم سامية تستغفر امدنك تسبح ما تخطأ وي الناس ما تحجيه وايا بصرك قلبك فرجك تعاملك اخلاقك تقدر الهن اذا زليت بباحدة من عتن اروح الى الصوم مع البرقبتي دكتور يسألونك عن الاهلة قل هي موقيت للناس والحاج وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وقتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون اذا دكتور كما تعلم بان الاهلة هي موقيت للناس اي موعد فهل يخلف الله موعده ولماذا اتبعها بان نأتي البيوت من ابوابها وليس من ظهورها فهل المقصود بهذا الامر الولاية سؤال انا مدينة العلم وعلي بابها يعني ما يصير انت الطب الى رسول الله الا عن طريق من عن طريق البواب عن طريق هذا العبد الصالح اللي هو علي ابن ابي طالب خوش هذه الاهلة مواقيت غير قابلة للزيادة والنقصان الله يوم يتم ويوم ينزل هذا مو الله اعمي كل شي في قدر اذا الله يكون يشتبه اليوم ويصحل وينزل هذا مو الله هذا ما مسيطر على الكون هذا ما مسيطر على الكون الكون خارج من ارادته مثل سياستنا بالعراق خرجت عن كل الولايات سؤال اسألكم شلون مواقيت مواقيت غير قابلة للنقاش غير قابلة للنقاش هذا شي دلل ما بكيفك يا جماعة بهاي شي فت مكتوب به بهذا الروزن امات حجبت مثل شرف الشمس كاتب الثمانية نيسان الله اكبر ليش ما كتبت شعبان اربع شعبان خمسة شعبان ليش كتب الثمانية نيسان شرف الشمس او العقرب في برج يطيكاها مو بالهذا مو بالهجري يطيكاها بيمن بالميلادي اللي انتابتها من غير متحركة وانتم هاي ما تنتبهوا لهذه الشغلات انا انتبه لها لذلك قد تأتنون البيوت من ابوابها يعني ما يصير انت تركب قبل العله من ظهورها تقول انا ما امشي العلي بن عبي طالب ما احتاج علي بن عبي طالب انا امشي وين رسول قبل لا ويشب ابوك بعد انتهت ولذلك الان باب الله الذي يؤتى الامام الحجة من الحسن مد كاكين الفارغة انتبه لهم